من عقيدة الرافضة وهذه من المسائل التي إيش الرافضة يكتمونها عن العامة عندهم لأنهم يعلمون أن العامة ما تقرأ لو أنهم يقرؤون لما إيش لما كتموا ذلك ويعلمون أن العقل السليم لا يقبل هذه العقيدة من عقيدتهم عقيدة الطينة عقيدة الطينة هذه أنهم يزعمون أن الرافضة خلقهم الله عز وجل من طينة خاصة وخلق أهل السنة من طينة أخرى ثم بعد ذلك مزج الله بين الطينتين مزج بين الطينتين بطريقة معينة فما كان من معاصي تقع من الرافضة أو من الرافضة فهي بسبب تأثر هذه الطينة بطينة أهل السنة وما كان من طاعات تقع من السنة فهي بسبب تأثر هذه الطينة أي طينة السنة بطينة الرافضة طيب النتيجة يقول النتيجة أن يوم القيامة ترجع هذه الطينة أي طينة الرافضة إلى أصلها وطينة السنة إلى أصلها لأن طينة الرافضة عندهم أنها منزهة عن الخبائث ومنزهة عن المعاصي وطينة السنة لا تقع منها الطاعات الخلاصة أن الله يوم القيامة يقولون يدعون ويزعمون ويتجرون على الله أن الله عز وجل يجعل كل معاصي الرافضة على أهل السنة ويجعل كل طاعات أهل السنة للرافضة النتيجة أن الرافضة لا ذنب عليهم بعد ذلك فيساقون إلى الجنة وأن أهل السنة لا طاعة لهم كل المعاصي عليهم ثم يساقون إلى النار هكذا يزعم هؤلاء لأنهم يعلمون أن عقول هؤلاء معيش مع معممهم ما يقول المعمم فهو الحق وما لا يقوله فهو الباطل سواء في الكتب أو غير ذلك يا إخوة صلوا الله السلام